ما هي القروض التي يمنحها مصرف الرشيد بوصفة ونقول مصرف حكومي وما هي شروطها نعم والاسم أكيد وعريق جدا شكرا جزيلا لكم طبعا من خلال برنامجكم ميتاحة الفرصة للتوضيح للجمهور عن السلف والقروض الممنوحة من قبل مصرف الرشيد لربما راح أذكر الظوابط والشروط بشكل مختصر للإطلاع أكثر ممكن أن يدخلون على صفحة الفيسبوك الخاصة أو الموقع الإلكترونية حتى يأخذون المعلومات بشكل أوسع لدينا طبعا الخطة التي وضعت من قبل المصرف وإدارة المصرف إنه شمول كافة الشراح طبعا هذا وفق دراسات سواء كان موظفين مواطنين قضاء عاطلين عن العمل سلف زواج السلف والقروض لدينا كثيرة طبعا وكل السلفة أو قرض لديها شروط وضوابط وعدد السنوات كذلك الفوائد تختلف من وإلى طبعا أتحدث عن آخر يعني ممكن لربما هذا الخبر اللي اليوم جديد إن شاء الله بكرة راح نألن عنه وراح من خلال قناتكم أنه باشرنا إن شاء الله بالعمل بالضبط سبق صحفي إنه القروض بالنسبة المخفضة بالنسبة لبسماية إن شاء الله راح نباشر بيها من بكرة يكون 10% المقدمة المدة 25 سنة هذه الإجراءات الجديدة سيكون عمل مشروع سكنية بالتأكيد شراء شقاق من مجمع بسماية هذه طبعا كان توجيه من مجلس الوزراء بعد أن مستعمال تذكرين حلقتنا السابقة نعم باليدك قبل كم شهر نعم تحدثنا عن هذا القرض نفسه نعم وعن بسماية كذلك نعم لكن بقى الروتين الممل الإجراءات اليوم باشر المواطن وخلاه يبتعد نهائيا هسا رجعنا إلى نفس الموضوع نعم هذا ليس سبق صحفي ولا إجراء جديد لا لا اسمح لي أستاذ رائد كانت المقدمة هي أعلى من هذا المبلغ ليست مخفضة والكل ينتظر يعني اليوم الكل الكل يشاهدون من خلال الان بي سي ينتظرون هذا التخفيض بفارق الصبر اليوم كان يمكن المقدمة اللي هي 100 متر كان على 120 اليوم أصبح 10% أو 25% يوم 10% المقدمة خفضت كذلك المدة بعدما كانت اليوم أصبحت 25 سنة هذه تترتب عليها تقليل الأقصاد اليوم كل المواطنين لربما الأغلب الأغلب استفاد من هذه الخدمة اللي هي بس ماية حقيقة أنه هذا مشروع موجود مشروع ناجح الكثير اشتروا بهذا المكان هذه متوفر هذه للمواطنين وللموظفين أي مواطن أي من هذه القروض موظفين مواطنين رواتبهم مواطنين مواطنين الكل بإمكانهم أن يشترون بهذه التخفيضات بهذه التعليمات الجديدة حضرتها قلت أنه هذه قديمة لا هذه قديمة بتعليمات أخرى لكن توجيهات المجلس الوزراء توجيهات الوزراء كذلك الاتفاق مع هيئة الاستثمار راح نعمل بالضوابط الجديدة اللي حددت ولي ذكرتها الكفالة بدون كفالة بدون كفالة بس مايا بدون كفالة على رهن الوحدة السكنية هذه أعتقد إجراءات مبسطة للمواطن والكل فرحاني لربما أنه نطمح أن تكون هناك مشاريع أخرى استثمارية شبيهة بهذا المشروع لعله أنه يستفادون المواطنين من هذا المشروع حقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر